السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام على رسول الله صاحبة الحكاية بتقول جوزوني صعيدي بسبب الجوازة الأولانية اللي دفعت تمانها غالي اسمعوا معي الحكاية للنهاية بس فضلا وليس أمرا اللي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل إشعار فيديو جديد نزله مع بعض إن شاء الله تعالى صاحبة الحكاية بتقول أنا اتربيت يتيمة في بيت العمدة طبعا الحكاية في الصد لما اتربيت في بيت العمدة طبعا كان أبويا صاحب العمدة الروح بالروح لما أبويا أمي اتوفوا في حدثة وفضل ما في شلنك كنت في الوقت ده كانت أمي وأبويا سايبيني عند خلتي وراحوا يعني يجيبوا حاجات من البندر وفي الوقت ده عملوا حدثة بالعربية وتوفوا في الحال ساعتها خلتي ظروفها كانت على قدها احنا الناس على بابا الله ما قدرتش على مصاريفي فكان العمدة عشان صاحب أبويا الروح بالروح راح لخلتي واستسمحها وقال لها أنا متكفل بالبنت ديت تربية وكبرها وعلمها وجهزها وجوزها وسطرها خلتي قالت له بس ما ينفعش أن لحمنا يتربى بره ودمنا يتربى بره هي مهما كان بنته اختيه دي كانت الخالة الوحيدة اللي هي الأمي كان هما بنتين أصلا وخلتي دي كانت متجوزة راجل أرزقي على بابا الله كان شغال على دراعه في مصنع بلاستيك يعني شغال بنيومية وكان ظروفه على قد خالص وكانت خلتي دي عندها أربع عيال في الوقت ده لما العمدة طلب منها كده وعشان عارفة قد إيه كان أبويا مصاحب العمدة ده الروح بالروح وكان يعتبر الصديق المحبب والمقرب إليه المهم خلتي قالت له بس البنت في أمانتك وكده قال لها مفيش مشكلة ربيها في وسط عيالي فالمهم بعد كده لما رباني وخدت التعليم اللي هو المتوسط كان مستوية في العلم يعني كان على قد الفهم كده على قد ما كنتش نابغة قوي في التعليم يعني كان مستوية متوسط فجبتي في الشهادة الإعدادية جبتي مجموع ما دخلنيش سنوي فدخلت دبلوم تجارة ثلاث سنين واتخرجته وخلصت الدبلوم ورباني في وسط أولاده زي يعني بنته بالضبط كان العمدة ده راجل كبير في السن أصلاً وكان ليه ابني متجوز ومخلق ايال كبار من عمري وأكبر مني المهمة جاء لي أول عريس بالنسبة لي كان هو مناسب ومن نسبة للعمدة على قده يعني هو كان مستور مع تعليم متوسط زي حالتي كده وكان برضو وحيد لأمه ولبوه وكان عندهم يعني بيت ملكه وكان عندهم حتة أرض ستراهم كده يعني له غني وله فقير كان مستور وكان ميسور الحال يعني حاله ماشي المهمة العمدة طبعاً أنا كنت منقبة وملتزمة جداً محافظة قرآن ربنا العمدة خدني على جنب وقال لي يا بنتي في عريس متقدملك صفاته واحد اتنين ثلاثة مع تعليم متوسط زيك ما شاء الله ملامحه جميلة مبسوط عنده بيته ولد بحدين ملهوش إخوات عنده قطعة أرض زراعة بيزرحها بيتطلع منه بيتطلع من الأرض ما حصل تعيشك طول السنة يعني الحمد لله مستور له فقير وله غني يعني معاه اللي يستوره ساعتها قلت له يا با العمدة اللي انت عايزه أنا تحت أمرك فيه لو انت شايف ان العريس ده مناسب كان بها مش مناسب أنا كلمتي مش هتسبق كلمتك قال لي والله يا بنت انا شايف ان هو مناسب قلت له خلاص يا عمدة على خيرت الله وافق العمدة بيه وبعدا ارفضحه وكتب كتابه جهزني أحسن جهازه وجوزني للشخص ده وفعلا اتجوزته من هنا والكارسة الكبيرة والله حصلت ان ليلة الدخلة يعني ما فيش حاجة هتمت بيننا كان عنده مشكلة شخصية المهم صبرت معي صبرت معاه وصبرت وسطرت عليه ما اتكلمتش ولا اي حاجة بس هو راح قال لنمه ان انا عندي مشكلة فامه عمت عاملة ازاي بقى عشان تسطر على ابنها لما كشفت عليه ولقيت المشكلة ان هي عيب خلقي طلعت في البلد وفضحتني وقامت قيلة البيت اللي بنتجوزها مش بنت ابنوت انت هتاخد ايه من عيلة قريبها ماتوا سابوها تتربى في بيوت الناس البنت دي جيانا مش بكره وبنت جاية معمول فيها قبل كده وان هي مش بنت ابنوت وان هي جيانا عاملة خصيئة وفحشة كبيرة في الوقت طبعا انا مهرت من عاية ومش قادرة دفع عن نفسي وعشان انا بنت قصول ما حبيتش ارد الاساءة بالاساءة وسكت وفلت بقى خالص تنتها تقول في البلد كده وتفضحني وكل ما تقابل واحدة تقول لها ده مرات ابني ابني جي المسها لقاها فهانا بنت مش كويسة البيت دي كان معمول فيها قبل كده البيت دي حد داحك عليها احنا دغشينا احنا تورطنا فضحيتني في البلد كلها كاملة لغاية ما بقت سرتي على كل لسان والاخر قامت حاماتي طردان في عز النهار وقالتلي يلا ماشي روحي مطرح مجتنة بفضحتك وبعارك احنا مش مسؤولين ان احنا نسطر على فضايح غيرنا ونسطر على فعل احنا ما عملناش خلتني بقيت متجرسة فوسط الناس ساعتها العمدة لما روحتوله مطروضة قال لي يا بنتي انت فيكي ان المرة دي بتقول كده ليه قلتلي والله يا بالعمدة ما حد لمسني ولا كده وقمت جاية بينه وبينه حكياله السر اللي انا كنت خافياه لمدة شهرين انا اتجوزته شهرين ومحصلش بينه وبينه اي حاجة العمدة حطني في زمته كده وبعدان قال لي يا بنتي حقك علي انا اللي ما سألتش علي كويس وانا اللي ضحيت بيكي لو عايزة حقك هروح اعمل عليك كشفة عذرية وافضحهم في وسط الناس واطلع ابنها ان هو المعيوب وطول لقيا يا عمدة انا كالت في بيت وعيشه ملح ومش عايزة افضحه تحاجة تمستشرفه وبكرة لما اتجوز غيره الحقيقة هتبان المهم يعمل ايه العمدة قال لي يا بنتي انا هجوزك واسطر عليك ابن ابني اللي هو ابن ابنه الكبير المهم ابن ابنه ده كان صعيده طبعا احنا ما الصعيد متجوز من البندر واحدة كده بقى من اللي بتلبس ميكرو جيب وبتلبس عموضة وقصير وسايبة شعرها وكانت مش على كيف العمدة يعني ما كانتش داخلة من الاخر مزاجه وكان حاسس كمان ان البنت دي يعني بتستغله اسوأ استغلال هي واهله وكانت بتلعب عليه وبتاخد فلوسه وكان دايما بتشترم جوهرات ودهب وتروحت عينهم في القاهرة من وراه لعنده اهله يعني كانت بتأمن لنفسها غير كده ما كان عطلها في زكارت حساب ولقى ان فيه فلوس مبلغ كبير في حدود ربعمائة الف مسحبين من رصيده وراحت سلمتهم يعني بحساب ابوها وراحت سلمتهم لابوها من ورا جوزها يعني نصابه وعمالة استغله وعمالة عبه من هنا وترمي في حجر اهلها فتعمل فيامل له عمدة قالنا انت زنبك فرقبتي انا ضمرتك وانا مليش قال لحفيد واحد هو يعتبر المقارب في عمرك انا هجوزك ليه قلت له ازاي تجوزني ليه وهو متجوز وبيحب مراته قال لها ملكش فيه انت هتكسري كلامي واوامري المهم لقيت العمدة راح بعت لحفيده وقال له تعالى انا عايزك ضروري في البيت او في الدوار ده ما بيقوله بالكلام الصعيدة المهم فعلا حفيده جاو اهد معاه قال له انا بأمورك تتجوز البنت اللي انت عارف ظروفها قال له مين قال له هتتجوز مريم قال له هتجوز مريم ازاي وهي طلع بفضيحة وواحد قبل كده عامل فيها ده جزء اللي هو جزء ما تحملش الفضيحة وما سترش على عرها ورماها وطلقها في وسط عز النهار تقوم انت يا جد مجبرني ان انا اتجوز واحدة فيها فضيحة وفيها انه والبلد كلها بتتكلم في سمعتها يعني بالكلام القذر ده وعايزني انا اللي في الاخرى اتجوزها واسطر عليها انا اللي يجبرني ان انا اتجوز واحدة خدامة عندك في الدوار كان بتخدمنا وبتخدم بيتنا وبتخدم صغير وكبير فينا دي الكبيرة عندي اشغالها خدامة طبعا عشان انا اتربت في بيت العمدة فكت عمر ما عاملني على اني خدامة بس كنت بساعد في البيت زي زي اي حد من اهل الدار يعني كنت بحسسهم ان انا برضو مش عالة على حد فكنت بشتغل وبساعد الصغير وكبير لكن ان انا خدامة اهني وقال خدامة علي وكمان فيي انه وان انا مفضوحة وان انا طلع بفضيحة وان انا ما ينفعش ان هو يسطر علي ويشيل باله ويغيره يعني عارفية لجده وعيب كبير اول انا سمعت لما سمعت الكلام ده طلعت للعمدة قلت له يا با العمدة بلاش تضغط عليه انا مش عايز اتجوزه ولا عايز اتجوز غيره انا هقعد كده هوت اعقدمكم وعيش بلقمتي بالحلال لغاية ما ربنا يؤمر ويجيل واحد ابن حلال يعني يسطر علي ويتجوزني وساعتها ربنا هيزر الحق قال الموضوع ده مش موضوعك الكلام ده اوامر عليه والله لو ما اتجوزك ولكاتب المراسل اللي هياخده باسمك انت واامن لك المهم طلع بعد كده حفيده مشا وهو مشا متضايق ولما شافني في البيت وانا عمالها رتب فيه لقيته جاي يقولني انت يا حتة خدامة يا جربوعة يا مفضوحة انا اتجوزك انا عشان اصطر عليكي شوفي من اللي عامل فيك وفضحك وجرسك في البلد هو اولى ان يسطر عليك ويتجوزك قلت له انا بتتكلم علي الكلام ده انا اللي المفضوحة وانا اللي يعني اللي شايلة الفضيحة وانا اللي ادور علي يسطر علي قال لي ايضا ما فيش الكلام ده عندي انا مش متجوزك وساطر عليك وانا متجوز واحدة انت تقول لها يستي يعني انت بكبيرك قوي تيجي تخدميها وتخسلها رجليها بالماء والملح لقد زم استهطر بيه قلت له وانا مايلزمنش ان انا اتجوز واحد زيك لما قلت له الكلام ده انضربني بالقلم على وشي واستهان بي وقال لي اما انك شغالة وقالت الادب وخدامة وقالت الادب وتفعل عليا ساعتها جده شافه هو بضربني قال له والله 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 نوما اتجوزت مريم لحرمك من مراسك واطرودك من دار خاف ساعتها ورحك انا مراته طبعا ان هي من بندر قالت له لأ اتجوزها واللي جاي منه احسن منه انت استيع كل الاملاك دي والارض والبيوت والورث ده كله غير الدهب اللي عند العمد عشان خاطر حييلة زي ديت اتجوزها وامل لنفسك وبعد كده المياه في الزبالة وطلقها لحتة شغالة لا جات ولا راحت طبعا في الوقت ده مريم منقبة من وهي صغيرة عندها عشر سنين كانت مضغطية من الجميع فما يعرفش ملمحها بعد ما كبرت المهم فعلا راح لجده انا انا موافق لجد بس بشرط تكتب لي مراسي وتحدد لي ورثي وتكتبهولي بعوشرة قال له موافق وفعلا كتب له مراسه وفعلا جوزه لمريم لما جاي تجوز مريم بقى بنفس اليوم بتقول انا لما تجوزني لقيته بيقول لي بيت انت يا بيت يا خدامة وهتفتكري ان العين بتاعي عن الحاجب وان انت هتبقي يعني ستهانم وتبقي مرات يعني ابن حفيد العمدة يعني انسي ان انت توصلي للاملة دي انت بيكبرك عندي جربوحة خدامة تشتغلي في البيت تكنسي وتنظفي وتخدمي مراتي وتخدميني وكل يوم قلقي كمسحة الجزام بتاعتي وملمعها وحطها في الجزامة انت هنا خدامة مش اكتر ولا اقل ويا ويلك لو رحت قلتي لجد العمدة الكلام ده ساعتها هقطع خبرك بالدنيا قلت له خلاص ولا انا اي له ولا انا عيدة الله يسمحك حتى ما رفعش النقاب بتاع الزفاف انا كنت طبعا لابسة فستان راكي جدا فستان ابيض كان العمدة جاي بهولي وكان موديني كوافير وكنت زي فلت الامر هو في الوقت حتى ما حبش ان هو يكتشفني او يشوفني ولا عنده اي غية مني رغم ان انا من وانا صغيرة وانا كان عينة عليه كنت بحبه بس هو ما كانش حاسس بالاحساس ده كان بيعملني معاملة الخدمات زي زي الخدمين در العمدة المهم من هنا راح لمراتو يوم الدخلة سابني مرمية في القوضة الوحدي ونايمة الوحدي ومحاولش يعني طيب خطري بكلمة طبعا بيعملنا معاملة الخدمات وراح على قط النوم اللي فيها ياسمين مراتو طبعا قالها كلام حلو تغزل فيها وقالت له انت جيت قالها او انت فاكرا ان انا نام مع الجربوعة ديت والخدمة ديت ده انا اقرف منها ومن الحتة ده كفاء ان انا اتجاوزتها وهي عار علينا وهي فتحانة ومصغرة بنا وخلي الناس في البلد تتكلم عليها الصغير وكبير المهم عاملني معاملة الخدمات لغاية ما فيهم مراتو قايت له انا اروح بابا تعبان هروح الكاهرة ازوره واخد له معي هدايا راح جاب له هدايا وطرقها يعني اخدت عربتها وطرقها يعني في نص الطريق كده وهي بلغت وراحت لقريبة قاعت عند بقى اسبوع في الوقت طبعا ده كنت بغدم الدور اللي انا قاعدة فيه هي الغرفة اللي انا اتجاوزت فيها وكمان بنظف البيت الدور التاني كله كامل حتى غرفته مع امراتو ياسمين المهم شافني وانا كشفة وشي قادرا في الاتو بيقول لي ايه ده انت مين هنا قلت له انا مريم خير في حاجة قال انا اول مرة شوفك يعني ست كده جميلة وكده او من امراتي ياسمين بتقول لما انت كنت بتخدميها في القوضة بتاعتها وبتكنسيها وترتبيها شافت وشك ان انت صامرة وان انت كارتا وان شعرك كله يعني كيرلي وان انت جسمك مش حلو وبين عليك العجز والكبر ليه بتكذب علي يا ياسمين ردت قلت له والله بتبقى وجهات نظر انا ما خدت شعريها فيها مدام هي شايفاني كده يبقى هي كده يبقى هي على حق ولو انت شايفني غير كده يبقى سلام تشوف اعتبرني صامرة وشعر كيرلي واعتبرني بين علي العجز والكبر سم اسمع كلام مراتك وفوتني خليني انظف البيت عشان انا تعبانة وعايزة انام ضربني بقى ولقيته كسعني وخد حق الشرعي بالاقراه لان خد حق الشرعي بالاقراه فوجئ ان انا بنت ابنوت محدش لمسني قال لي ازاي وهذا انت وامان انت كنت متجوزة ايه امت حكياله السر اللي انا اخفاته عن البلد مكانش حد يعرفه اللوية العمدة بس وقالت له ان جوزي كان عنده مشكلة عيب خلقي وطلقوا فضحوني عشان يستروا على ابنهم وانا اللي شلت الليلة والحمد لله انا حفظت على كرامته عشان خاطر اكلت معاه عيش وملح وفي يوم الايام كان جوزي لكن انا الحمد لله سخ سليم بنت ابنوت شريفة محدش لمسني في الحتة دي بقى في اللحظة دي هو بقى يعني عزني قوي واحترمني جدا ولقيته وقبل على راسي كده وعلى جبيني وقال لي والله لا رد شرفك راح لجوزي الاولاني قال له انت مش راجل وانت مش محترم لما انت تبقى ان تلعب فيك وتطلعه في بنات الناس انت ملكش لو قم تعيش في البلد يلا انا هشتر دارك واردك وهديك فلوسه غور من هنا انت وامك اللي فضحته بنت الدور اللي هتعتبر متربية ببيت العمدة وانا معرفش الهيست شريفة لما اتجاوزتها فعلا المريم ست شريفة ومحترمة ان هي صانت مشكلتك وسطرت عليك لكن انت طلعت منتش تمام لانت وامك عشان كده ملكوش لو متعيش في البلد وظهر راضهم فعلا ومشاهم من البلد وفي يوم بقى في خلال الاسبوع اللي امراته ياسمين غابت فيه طبعا كان بيأثر شوية معها في الكلام عشان كان انا عجبته دخلت مزاجه فكان بيجيلي غرفتي وكان بيتعامل معي كزوج وزوجة لغاية ما في يوم اتصل علي ياسمين وقال لها يروح انت اتأخرت ليه ما جاتيش مش قلت اسبوع عدك عشر تيام وانت لسه ما جاتيش قلت له خلاص يروح انا هاجي ونست تقفل التليفون كويس فالاتمحها وهي بتقول ابوها يابا انا يا بابا خدت منه مليون جنيه وعايزاه يكتب لي ساهم كبير من الشركة اللي هو فتحها عشان كده حتى لو غرفي ده هي واتطلقت منه يبقى انا ساعتها امنت النفسي انا ايه اللي يجبرني اجاوز واحد جاهل زي ده او مفلح زي ده ده بينام بالجلابية يا بابا انت شوفش انا متحملة عرفه قد ايه هو واهله انا واخدع التفتح والتمدن اللي يجبرني اتجاوز ده اطلع منه بس بساهم كبير من الشركة ولا مبلغ كبير ينفعني كده وتسند عليه عمله مشروع خاص الوحدي يبقى انا كده نجحت ونجيت ونجيت منه لما انا اسيبه واخلع بجلدي انا مش عايزة اكمل مع عرف ده انا عايزة بس اخلص منه باي قرش او باي فلوس لان طبعا اللي جمعتوا منه يا بابا الفلوس اللي انا اخدتها والمجوهرات ما تقدرش ولا تكفي تعمل شركة حتى لو صغيرة انا نيرسي بس اطلع منه بمبلغ محترم كده وبعد كده انا اللي هروح اعمل منه خلح واتنزله عن كل مستحقاتي بس اطلع منه بحاجة واامن لنفسي طبعا ما سمعت الكلام ده طبعا كان فتح اللي اسبكرة وهو قاع الجنبي طبعا وشه ايه لي بألوان وقلم ما تجيه لي بنت ستين في سبعين هعمل فيها واسوي فيها اول ما جت ورجعت قابلها بالاحضان كاني بقى متوحشا وان هو كان هيموت عليها عشان ترجع بالسلامة وبعد كده قال لها يا روحي انا فكرت بفكرة حلوة قوي انا محتاجت جنبي في الشركة وهكتب لك تهم جبير باسمك عشان تساعدني في الشركة الشركة بقى حملها تقيل علي قامت طبعا فرحة قال لها بس لازم تنضي على عقود الشركة دي اتابني كلها عقود تنازل عن عن المستحقات وتنازل عن عن البيت اللي كان كاتب لها في شقة وتنازل كمان عن المؤخرة صداء وكمان آآ ورقة كايصال ان هي تسلم له مبلغ وقدره وكان يعني امن لنفسه ان هي ترجع له كل شيء حتى دينها كمان بوصلة امانة بمليون جنيه على قد قيمة الدهب اللي خدته والفلوس اللي نهابتها من وراه والشركة لما كانت شغالة معاه ومسكة الحسابات يعني طلعت من المولد بلا حمص بعد كمان ما فجأ بالكارسة الكبيرة ان كانت بتاخد طول قصرة الجواز السنتين موانع للحملة عشان ما تنجيبش منه هي وقدرها تسلمة ان هي تكسب من ورا فلوس وبعد كده تسيبه وتعيش حياتها بطريقتها اللي هي حبها التفتح والتمدن اللي هي عايزة تعيش فيه فيعمل ايه خلها تتنازل عن كل حاجة وبعد ما تنازلت قالها خلاص يا حلوة انت كده خلاص سلمتيه لكل حاجة انت طالق طالق انا اللي مش مالي عينك وانا اللي فلاح وانا اللي جاهل وانا اللي مش طيقاني وانا اللي عايزة تطلع مني بساهم واثنين عشان تكسبه من الشركة من ورايا عشان تعملك مشروع وتأمن نفسك يلا في ستين دهية وترادها في نص الليل ومشاها كمان من غير شانت تدومه حتى انا بقيت اقوله حرام عليك الوقت متأخر قال ان شاء الله الضيابة تقولها انا عايز اخلص منها بعدها باسبوع تعبت ووقعت في الارض رح يكشف علي فجأ اننا حامل في الشهر الاول الحمد لله ربنا كمل حاملة على خير وانجبت بعد تسع شهور بنتين توقم كان من نسبة الجوزي كانت فرحة كبيرة جدا ان ربنا عوض عليه بعد سنتين طبعا كان مجوز الهانم ياسمين ما كانت بتاخد موانع حاملة ومعرفش وكان فاكرا انت اخير كده من عند ربنا وكان سيبها للظروف لما ربنا يؤمر لكن لما خلف مني كان فرحان بجنون وعمل عقيقة ودبح بدل الدبيح اتنين وثلاثة وفرق على اهل البلد وكان طير بالفرحة وبصراحة قاملني بعدها احسن معاملة ورجع للحب اللي كنت بتمنات والعمر وبقى يعاملني معاملة ادمية وكان بيعاملني بما يرد الله وكان بسطني على الاخر عمره مأثر معايا في اي حاجة بسم الله ما شاء الله البنتين دلوقت بقى عمرهم ست سنين فقولة ابتدائي ما شاء الله بيجيب لهم المدرسين لغاية البيت وبيروح لمدرسة خاصة والحمد لله ربنا اكرمني بخلفة صالحة وحاليا انا حامل في الشهر السابع فولد ادعو لي ان ربنا يكملوا لي على خير حكاية من اجمل الحكايات اللي سمعتها فعلا الدنيا يعني مش اقول الدنيا من فاتة يعني هي حصل لها قد ما حصل لها كانت انسانة محترمة مستترة على حال جوزها الاولان رغم انهم فضحوها بس فعلا الطيبون للطيبات وفعلا ربنا عوض عليها العوض الجميل بعد صبر وعناء وبهدلة لما جوزت راجل وطلح ان هي فوسط الناس انسانة مش كويسة وانسانة مش محترمة وانسانة مسلمة نفسها في الغلط يعني قاست وصبرت صبر ايوب ورغم من كده كانت انسانة محترمة مستترة على عيوب جوزها عندها وفاق ليه عشان بس ربنا جمع بينهم وبين بعض في يوم الايام عشو ملح صنة العشو الملح عشان كده ربنا عوض عليها يا ريت نكون تعلمنا من حكايتنا النهاردة ان الحياة حلوة والحياة عايزة صبر وكمان الظلمة ظلمات اليوم الايامة هي لما ان ظلمت ربنا كشف الظلمة عنها وخدت حقها الحمد لله فعملوا الناس بما يرد الله مفيش غرق بين غني وفقير في فرق بين انسان اصيل وانسان محترم يصون الود والتود اخونا يا جماعنا دايما على خير متنسونيوش تكتبو لي في التعليقات رأيكم في حلقة اليوم وكده يبقى حكاياتنا خلصت مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة